اخوتي اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحيم قناة الجرية العربية اليوم 26 نوفمبر 2020 عندنا لكم مجموعة من المواضيع المتنوعة وأولهم هو مطلوب 120 ممرضة فين فلازل ديالنابولي هاد 120 ممرضة غادي نتكلمو لكم على الشروط المطلوبة لتقديم الطالب وغادي نحط لكم دائما الموقع الرسمي باش تقدموا الطالب ديالكم كذلك غادي نتكلمو على البونوس سبيزا ديال 500 اورو اللي يعني اغلبية الناس تكلموا عليه لكن احنا اليوم غادي نشرحوه بطريقة مختلفة وراه يمتعى ان شاء الله غادي نبدأ حتى تقديم الطالب في جميع الكمونيات كذلك غادي نتكلمو على واحد البونوس اللي شفت قليل ديالناس اللي تكلموا عليه اليوم احنا غادي نوضحوه لكم هذا البونوس خاص بالناس اللي عندهم البارتي تايبة هذا البونوس خاص بالرجون يعني بالجهات ماشي ديال الدولة ماشي الفوندو بردوتو اللي شفتو في الدكريتو ديال ريستوري لا هذا واحد البونوس اللي تيمشي من 1000 اورو الى 2000 اورو من طرف الجهات لكن ماشي كل الجهات الايطالية غير مجموعة من الجهات احنا غادي نشرحو لكم شكونا هما هاد الجهات واشنه هي طريقة تقديم الطالب وسكون اللي عنده الحق انه يستفد من هاد ال 1000 احتى ال 2000 اورو يعني هنا قاعد بيعوا الشراية والتجار اللي عندهم البارتي تايبة قاعد يستفدوا لكن بشرط يكونوا مقيمين في هاد الجهات اذا ما تمشوش بعيد بعد الفاصل سنواصل اذا بالنسبة للحالات الوبائية اليوم في ايطاليا اليوم 26-11-2020 كما تشوفوا الحالات وصلت لـ 29003 ديال الحالات المصابة 822 الوفايات الله يحفظنا ويحفظكم زادوا حالات الوفايات كتير وحالات الشفاء 24000 يعني اليوم كما لاحظتوا كان يومين ديال النقص اليوم بدأت بزيادة 4148 حالة نطلبهم الله سبحانه وتعالى انه يحفظنا قبل ما تجي هاد الجلبة وينتهي هاد المرض اذا سنتحدث عن الانفرميرين الممرضات المطلوبين في لازل ديال نابولي يعني ريجوني كامبانيا في جهة كامبانيا هنا طالبين 120 ممرضة سيطلبهم لهم الكاتيجورية D يعني في الكنترا في عقد العمل واشنو اللي طالبين يعني هنا اول مرات نشوف يعني بعد هاد الجهة ما طالباش الاكسترا كومنيتاري طالبا غير ايطاليين والناس يعني الاتحاد الاوروبي سواء اجانب عنده ولكن يكون عنده الجنسي الايطالية او يكون من جنسيات الاتحاد الاوروبي ما طالبينش لخارج الاتحاد الاوروبي ويكون عنده الهيئة الجسمانية قابلة للعمل كذلك يكون عنده لاوريا ويكون عنده الديبلوم من طرف الدولة من طرف اي يعني اي جامعة معترف بها هنا في الدولة الايطالية والطريقة لتقديم الطالب يعني غدي نخلي لكم الموقع مباشرة واخر اجل لتقديم الطالب هو نهار تسعود ديسمبر 2020 يعني تسعود في شهر 12 2020 اذا غدي نمر للبونوس ديال 500 اورو او باصح تعبير هو بونوس بيزا اللي خاص بالكمونيات لكن راه ماشي الكوموني اللي غدي تعتق من عندها راه الدولة اللي غدي ترسل الفون دي للكومونيات وكل كوموني راه غدي تدير شروط ديالها عندها الحق انها تبدل في الشروط اللي مطلوبة من طرف الدولة وهذه الشروط اللي مطلوبة كما ستعرفوا اول شيء هنا لذاكرين على اساس انه تكونت يعني ما خدامش ولا عندك اي اشكالية تتعلق اقتصادية او خدام وعندك السالير ناقص او قعلك اي مشكلة ويكون عندك لي زي نازل هذا اهم شيء عاد بش عندك الحق انك تستافد قالوا هما بان الناس اللي خدامين وتتخلصوا راه ما عندهمش الحق في الاستفادة كذلك هنا اللي قيلين ولكن راه هنا على حسب الدولة لكن كان بعض الكمونيات ممكن غدي تزيد حاجة وممكن غدي تنقص حاجة انا تقول لكم ده با اللي ديرين على حسب الدولة انه طالبين حتى الكونتو كورينتي ديالك يعني اساس انت واش عندك الفلوس في البنكة ولكن عندك الفلوس راه ما غديش يقبلوك هذا اللي دير الدولة ولكن يضرقين بعض الكمونيات مع لا بالهمش ما غديش يطلبونك هادش غدي يطلبوك الإيزاء وطلبوك الدوكومنتو فقط اذا انتما باش تكونوا يعني ما تكونش قاعدة على جميع الكمونيات كل واحد غدي تسنى الكموني دياله غدي دير الباندو انا اعطيتكم هاد الخبر غير باش تكونوا على علم بان راه الفاميليا اللي عندها من شخص الى شخصين غدي تستافد من 300 اورو و اللي عنده من ثلاثة الى اربعة الاشخاص غدي تستافد من 400 اورو و اللي عنده اكتر من 5 اشخاص غدي تستافد من 500 اورو مش غير اولاد اشخاص يعني الزوج والزوجة الاولاد فو اللي خديدت خمسة الاشخاص راه عندهم 500 اورو كانوا استافى اين Within 500 اعطellen bean ghosts هو 500 اورو اذا الناس الصنة يعنيflies قد يستافد من 300 اس لكل شخص واحد 300 او أول شيء يكون لديك التحديد في شهر واحد ديال هاته السنة كذلك تدلي بالكونتو كورينتي ديالك ولكن هنا تقولوا بأنه إلا كان عندك الفلوس في الكونتو كورينتي ولكن ما واضحنش أشنا هي الطريقة وش غيقولك جيبنا واحد الورقة من البنكة ديالك بأنك انتاق ما عندك فلوس ولا لأنه أصلا في الإيزي راح ملتد لذلك الكالكول إيزي راح تيبان بأنك انتا مخلي الفلوس ولا مخليش ربما غادي يشوفوه من هذك الجهة ولو أن هذك الإيزي راح ديال 2018 يعني الدخل والبنكة ديال 2018 ولكن انتوما دائما اللي عنده الحق يقدم الطالب اللي ما عندهوش خدمة ولا في كاسة انتيجراتيوني ولا لسانسوه ولا خدام وتيشت غير قليل خمسمائة ستمائة أورو راح عندهو الحق أنه يقدم لهذا البونوس ديال سبيزا إذا غادي نمرو للبونوس التاني اللي هو من ألف إلى ألفين أورو البونوس ديال بارتي تايفا هذا البونوس راح خاص بالجهات يعني راح ما عندهوش علاقة بهذا الفوندو باردوتو ولو أن الجهات غادي عدوكم هذ الفلوس كفوندو باردوتو يعني للناس اللي بيع أو شراية الأمبولانتي الأرتجانالي كل هذو اللي كانوا مقصيين من هذو الدكريات ديال ريستوري غادي يدخلوا في هذ البونوس هذا وقالوا هناك كين بعض اللي كاتيجورية غادي ولو اللي داخلين في الريستوري عندهم الحق يدخلوا بحال التوريزم الناس اللي خدامين في السياحة حتى هما غادهم الحق يدخلوا أما الباقي اللي هو مقصي من هذ الفوندو ريستوري اللي كنا تكلمين عليه ولي بغير يرجع الفيديو ويشوف الفوندو باردوتو راح غادي يفهم بأنه هو عندهو الحق ولا لا يعني قاعد اللي كانوا شدو ديك ستمائة أورو راح كلهم عندهم الحق في الأول ديال شهر ثلاثة أو شهر ربعة راح كلهم عندهم الحق شكونا هما الجهات اللي عندهم الحق أنك تقدم فيهم الطالب هنا ديرين يعني حاليا مبدئيا غير ثلاثة ديالجهات ثلاثة الجهات شكونا هما هما لومبارديا وفالي دوستا وتوسكانا ها ثلاثة الجهات هما لعندهم الحق الناس أنهم يقدموا الطالب أما باقي الجهات أخرى باقي مداروش هذ البوندو هذ البونوس ممكن في قادم الأيام يدروه وحنا غادي نحاولو دائما إلى كانت شي حاجة غادي نحاولو نوصلها الإخوان والأخوات ديالنا إذن اللي بغا يستفد من جهة لومبارديا غادي نشرحو ثلاثة الجهات ناس ديالجهة لومبارديا أشنو عندهم الحق يديرو غادي عندهم الحق يستفدو من ألف إلى ألفين أورو هذو اللي عندهم برشيتات إيفا طريقة تقديم طالب يعني شوروط ما كيش شوروط الشرط الواحيد اللي كين واللي مهم هو أن الفاكتورات ديالك من شهر مارس إلى شهر أكتوبر ديال 2019 يكونوا يعني هاد ديال هالسنة أقل من سنة الفيتا بالتارثو يعني غادي تسد مثلا أنا أطيقكم متر بسات أنت في الفتورات واللي كنت درتي ذلك العام في 2019 من شهر ثلاثة إلى شهر عشرة مثلا درتي سعالاف أورو إذا انت هاد العام اللي هو من شهر ثلاثة إلى شهر عشرة درتي أنت غير ستالاف أورو لرك داخل إذا كيف ما شرحت لكم راه انت دائما من اللي يكون عندك يعني التارثو طولوت ديال هادك النقوص ديال الضايع كما تنقولو إلا كان عندك تسعالاف وانت عندك هاد العام غير ستالاف الفتورات وماشي الريديتو ماشي الدخل الناس الفتوراتو يعني المبيعات يعني انت مبيعات بعتي ستالاف تسعالاف أورو السنة الفيتا ما بين شهر ثلاثة وشرع عشرة وهاد العام بعتي غير ستالاف خمسة الاف ربعالاف راه عندك الحق تستافذ وهادي شكل غادي دير الكرا دائما لك مرشل كذلك الشركات اللي حلو ابتداء من نهار واحد واحد الفين وتسعطاش ما عندهم يعني مشكلة ما يحتاجوش يدليو احتب هاد القادية دي يعني محتاج يدليو بأن عندهم الفتوراتو ناقصين لأن هادوك الناس يالله غديديروا الريديتو إذا المعفيين ما يحتاج غديد يقدم طالب مباشرة لجهة لومبارديا أما بالنسبة للجهة ديالتو سكانا ديرا طريقة أخرى مختلفة أشنو ديرا قلق أي واحد يعني أي إمبريزا ولا ميكرو إمبريزا بغايد يدير واحد الإنفستيمانتو فاش يعني أي مشروع هما لرجوني غديتعونوا فاش في ربعين في المية يعني انتق متين قلت أنا غديدير واحد لعشرين ألف أورو بغايد ندير شي حاجة يعني كمشروع كإنفستيمانتو هي الجهة تتعطق ربعين في المية ديال المبلغ وهنا ما محددين حتى شي شروط كثيرة يعني فقط أنك تتقدم هذك أشنو بغايت يدير وهم تتستافد من هذك ربعين وهذه تتقدمها ره دائما نصحكم الكوميرشاليسة ديالك هو اللي يقدر يدير لك هذا الموضوع هذا كذلك فاليدوستا فاليدوستا مختلفة على لومبارديا ومختلفة على توسكانا ديرا حاجة أخرى قلت لك هذا فاليدوستا غاد يرجع الفلوس خمسين في المية لمن لكل الشركات ولا البرتي تائفة إلا أن تشريسي أي حاجة تتعلق بهذا المرض الكوفيد شريتي أباريكي وشريتي أي حاجة ستتعلق درتي الديفيزوري في المحل درتي هذا تتأخذ خمسين في المية من الفاكتورة لشريتي بها انت عندك الفاكتورة فيها عشرة ألف ستعطي هي خمسة ألف يعني هتقدر تأخذتها أكتر عندك الفاكتورة فيها خمسة ألف ستعطي 2500 يعني هذه الجهة ستعطي نصف هذا الشيء لشريتي دائما من سعود مارس إلى 31 أكتوبر 2020 في هذه السنة أي حاجة ستتعلق وعندك فيها الفاكتورة غد تأخذ خمسين في المية منها ولو تصل حتى العشرة ألف أورو ما كان حتى شيء إشكالية وفي الأخير تنتمنوا من الإخوان والأخوات أنهم يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس ويبارتاجوا الفيديو من الإخوان والأخوات ديالهم ولعجبكم الفيديو ذيروا لايك وراء إن شاء الله أكين المواضيع أخرى نخدمنا اليوم على أساس أنه دائما تنحاول نطيب مواضيع اللي هي تفيد الناس واللي تساعدهم في حياتهم اليومية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته